بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلطت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محلي المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والظلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطي الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا مقاما محمودا يغبطوا به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي أصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيفة بك حيث انقطع عنا الوع وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عندك وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين أجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته وعبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة